السلام عليكم أهلا بكم على حدث اليوم حلقة جديدة ولقاء تجدد بسعب به دايما بكم وبتعليقاتكم مخطط يكشفه مقتدى الصدر لتغييرات العراق السياسية والدستورية والعاصفة القادمة ولكن يتم تنفيذها عبر مقتدى الصدر لتغييرات كبيرة جدا ما تحصل مرحلتين اتنين هيمر بيهم العراق في الفترة القادمة هنكشف عنهم حتى بالتحديد الزمني بالتقريب هيكون هنا على قناتكم حدث اليوم رجاء تفعيل الجرس وسبسكرايب والشير لو عجبكم محتوي عايز المشاهد وقبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة اللي هيكون فيها كشف الحياة كتيرة جدا ولكن في كلمة مهمة جدا عايز أقولها لكثرة التعليقات من الولائيين أو من غير الوطنيين أو عديمي الوطن أو المتقيرين أو ما حب يسميهم يعني الناس اللي حبيهم زي ما تحب سبيهم ولكن لما حد ييجي مش بيتهمني أنا هو بيتهم المصريين عامة هو وجه الاتهام ده لي مبارح بأكتر من تعليق بأكتر من أكاونت ولكن لما يتهمني بأن أنا صهيوني وأن أنا إيه اللي دخلي كصهيوني في العراق الأساليب دي طبعا مش هتخلي الواحد يتراجع ولكن يعني الناس دي اللي بتتكلم بالطرقة دي هو فيه كلمة مهمة جدا للمتقيرينين عديم الوطن الولائيين الناس اللي هي بتتصارع الجماعات والأحزاب النتيجة في الآخر واحدة أن أنت بتموت الدولة يعني الدولة بتموت طيب إذا سقط الوطن أو إذا سقطت الأوطان بالتالي هتظهر الجماعات والإطارات والطيارات والأحزاب طيب إذا هزمت الدولة هزمت الدولة مش من المحتل الإيراني المحتل الإيراني اللي احتل العراق والسوريا واللبنان واليمن محتلش لقوته لأ لخوانات الأوطان يعني أنت كخاين لوطنك أنت لساعتما أنت جيت أنت زي جسم الإنسان لو فيه عشرة مليون فيروس هجموا جسمك ولكن أنت ضعيف ومنعتك ضعيفة ومتخازل ومتعاون ومتآمر على وطنك مع عدو بلدك أنت الناس دي بتحتاج لهم عشر طلقات من الرصاص لكن عدوك بتحتاج له طلقة واحدة بس لأنه هو أضعف عدوك من الداخل هو أقوى من عدوك من الخارج الحرب اللي بتدور في الشرق الأوسط ضد المسلمين وضد العرب بقالها أكتر من عشرين سنة هو ما بيجيش يحربك مباشرة هو بيصلت عليك خائل خاين وعدو وطنك حتى لو كان اسمه مسلم بالاسم ولكن هو متأير متأخون عثمانلي سميه زي ما عايز سميه الأوطان بتهدم بخونات الداخل نعود إلى الحلقة كشف مخطط لمقتدى الصدر بتغيير العراق عمل تويتة مبارح بيعتبرها بيان قال فيها مرحلتين اتنين للتغييرات الجثمة اللي تحصل في العراق أو نقدر نقول عليها بيان الصدر هو التغييرات اللذي يمر بها العراق الواضح الآن أن في مظاهرات قوية طيار الصدر هو اللي بيقوم بيها المرحلة الأول اللي كشف عنها مقتدى الصدر لكن لازم الناس تفهم البيان ده كويس قوي فيه خفاج يعني مهمة احنا هنوضحها هو بيتكلم عن أنه مظاهرات واقتحام البرلمان للطيار الصدري في المنطقة الخضراء دي تعتبر المرحلة الأولى في التغيير هو يعني مقتدى الصدر بيقول بالحرف الواحد في البيان بتاعه أن المظاهرات واقتحام البرلمان للطيار الصدري في المنطقة الخضراء هي مرحلة أولى في التغيير في العراق يعني اللي احنا شايفينه دلوقتي اللي بيمر بيه المنطقة الخضراء واللي هتمر بيه في منطقة الخضراء بالأخص هي مرحلة أولى فقط تاخد بقى وقتها لمدة أيام ينزل قدامه بقى مهما ينزل لكن المرحلة التانية قال الصدر أنه الثورة السلمية العفوية التي حررت المنطقة الخضراء لها فرصة ذهبية لكل من اكتوى بنار الفساد والظلم والإرهاب كل ده كلام مقتدى الصدر الظلم والإرهاب والفساد والاحتلال والتبعية دي الأوصاف اللي ذكرها مقتدى الصدر وحذر مقتدى الصدر من عدم اقتناص الفرصة التي صنحت يعني فيه فرصة سنحت فيه 2016 قبل 6 سنوات كان نفس الموضوع اللي بتمر البيئة العراق دلوقتي ولكن تم اتخادهم وتم يعني عدم اقتنام الفرصة تبقى لكلامه وقام الكلام الأهم هو اللي جاي قال وفرصة عظيمة الآن لتغيير جزري للنظام السياسي هرجع الجملة تاني وقال فرصة عظيمة لتغيير جزري للنظام السياسي وللدستور وللانتخابات التي زورت لصالح الدولة العميقة لأول مرة مقتدى الصدر يقول كلمة الدولة العميقة ودي لها مفهوم خطير جدا يعني مقتدى الصدر بيواجه الدولة العميقة تتفق معاه تختلف معاه هو قال كده وقال انه كلكم مسؤولين وعلى المحك مقتدى الصدر هو قادر على مواجهة الدولة العميقة حتى الآن الصورة واضحة انه قادر على ذلك الخلاصة بعد ما عزيز المشاهد تحلل كلام مقتدى الصدر وتمحس كلام مقتدى الصدر وانه انه تفسر بيان مقتدى الصدر اللي لخصته لك دلوقتي في الكلمتين دول كلامي انا من واحد شهر محرم عربي حتى عشرة او العاشر من عشرات هيكون فيه احداث كبيرة جدا مش تقدر تستوعبها بل وسيتتبعها يعني حوادث اكبر واخطر ليه لان مقتدى الصدر مش هيبقى شغال لوحده وهتفهم فيه الكلم اللي جاي ايه اللي ممكن يحصل رسالة مقتدى الصدر للشعب هي الالتحاق بالتظاهر تحت لواء العراق للخلاص من النظام الفاسد والبقاء للمتظاهرين او للتظاهرات هو الهدف الاول لمقتدى الصدر بيان مقتدى الصدر هو بيحشد الناس وانه هو بيعلن انه الناس تلتحق بالمظاهرات يعني الطائر بتاعه المنزل والاعداد نزلت لا الناس بقى تزيد اكتر انه تحت لواء العراق ومجابهة الظلم والدولة العميقة والفساد وكل شي تغيير النظام في العراق واعادة كتابة الدستور هدف من ضمن اهدف مقتدى الصدر سواء انت تتفق معه وتختلف معه هو كان على تخدم مع ايران مش على تخدم مع ايران انا الموضوع ده يعني مايفرقش معايا في حاجة دلوقتي مايفرقش معايا دلوقتي اللي يفرق معايا في الاخر انه الخطوات دي كلها هي هتهز ايران وتهز كيامها تصريحات ايران تشير الى ذلك خيبة امل قآنية تشير الى ذلك التطور الذي يعني يحدث في العراق او التطورات التي ستحدث في العراق قد يحدث يعني قد يحدث مفاجآت ويتم فيه تسريبات عن كده ماذا صحتها لم تتأكد بعد كان حتى فجر اليوم القاظمي يجتمع بقيادات امنية من الجيش ومن الامن ومن كافة الاجهزة امنية فجر اليوم الاثنين كان بيجتمع ولكن فيه تسريبات انه سيتم اعتقال القاظمي ليه السبب هل هيتم اعتقال القاظمي من الطيار الصدري او من تابع مؤيدي مقتدر الصدر او الطيار الصدري لا هناك مخطط من الاطار التنسيق لكسر الانقلاب ازاي الخطة هما شايفين ان الاحداث المالكي والاطار والنس دي كلها شايفين ان الاحداث مش في صريح انهم كان عايزين يسيطر لكن واضح جدا تبقى ليه تسريبات على الواتساب وايضا لبعض الاشارات في العراق ان فيه تخطيط من الاطار لكسر الانقلاب واعتقال القاظمي وان الذي يقوم بذلك مختدر الصدر يعني يتهم مختدر الصدر بذلك طبعا هيكون نتيجة ده اذا حصل اعتقال القاظمي من طرف الاطار هينتظر العراق اقتتال شيعي شيعي دي النتيجة الحتمية اذا تم اعتقال القاظمي وصدقت الاخبار دي وصدقت التسريبات دي اذا حصلت عشان يكسروا خطة مختدر الصدر وطياره هيكون الاطار باعتقال القاظمي وهنا بقى النتيجة اللي هتكون بعد كده هيكون اقتتال شيعي شيعي طب ايه نتيجة الاقتتال الشيعي شيعي بعد منها ما هيكون فيه اقتتال شيعي شيعي وهما الاتنين الليiels سيطرين على العراق هيينتهي الامر بالتدخل اجنبي او التدخل مش اجنبي التدخل دولي عبر الامم المتحدة طبعا فيه ناس خايفة من التدخل الامم المتحدة التدخل امم المتحدة يعني بريطانيا يعني امريكا احنا فاهمين طبعا ولكن وصلت الامور ما بين الاطار ومن معه والطيار ومن معه ليه امر لرجع فيه عن الاثنين الاثنين دخلين في مرحلة تكسير عزام الاثنين الاطار وطيار المقتدر الصابد دخلين في مرحلة تكسير عزام لسه ما بدأتش هما هيدخلوا فيها طب اذا دخلوا في مرحلة تكسير العزام والاقتتال الشيعي الشيعي لابد ان طرف من الاثنين هو اللي هيفوز طب الطرف اللي هيتم هزمته هيكون مصيره ايه المحاكمة والسحل والسجن تاني الطرف المهزوم في الاقتتال وتكسير العزام ما بين الاطار وما بين الطيار الصدري اللي هينهزم فيهم هو اللي هيتم سحله ومحاكمته وهيكون عبرة المنطقة الخضرة تمتلق بالحشود والثوار والمالكي مختفي يتوارع عن الأنظار المالكي حصل تسريب ليه فجر اليوم واضح جدا من التسريب الصوتي ليه انه هو بيحاول يحشد مؤيدي ويحشد مؤيدي لكن طريقته واسلوبه وما بين السطور ونبرد صوته تؤكد انه وصل لمرحلة الضعف والانكسار بل والهزيمة ويحدث يوري الهاليكي نفسه في المكان الذي يطوارى فيه في بغداد ده اذا ما حصلش وهرب لإيران لكن ما اعتقدش ان إيران هتساعده يحدث نفسه نور المالكي ويقول كل أعوانك خانوك ريتشارد هي دي الحقيقة للنور المالكي على فكرة يعني حتى إيران خانتك حتى المجوس خانوك حتى اللي خدمتهم وسرقت الأموال من ساعة ما توليت من 2008 2006 حتى 2014 والأموال اللي هربتها ومساعدة إيران بالأموال آه انت خدت يعني شوية كده حاجات خفيفة 8 مليار هربتهم لأمريكا أسور وفلوس لكن أول تولي ليك منصب كرئيسه للوزراء كان ميزانية العراق في أول ميزانية تحملتها كانت 41 مليار دولار ثم الميزانية التي تلتها كانت 48 ثم تدت تزديد تزديد حتى في آخر يعني ولاية رئاس وزراء ليك كانت يعني حوالي 131 مليار دولار تقريبا طوال الثمن سنوات مصرفة الشيء سرقة تحويل أموال للغارج يعني ده غير المصالح اللي انت عملتها كل ما اللي يرده كلها تعمل بيئي وفي الآخر هيتم سحلك أو سجنك بالنسبة 80 في المئة تتسجن أنا معرفش يعني أنت النسدي يعني قدروا يعني إيران والمجوث أن هما التابعين لهم أن هما يسيطر عليهم بالدرجة دية وأن هما يعني هو النور الملكي يقال أنه من أصل إيراني يعني هو أصلا إيراني يعني فبالنسبة له الأمر أنه كان راجل ولي على العراق يعني الحقيقة أنه دولة القانون الملكي مكسور مهزوم مخروم مقتدى الصدر في الوجهة يحشد المتظاهرين الإطار في الوجهة أمامه مرحلة تكسير عظام العراق يأن الشعب ينزف الوطن يموت استودعكم والله الذي لا تدعى ودعه